الزيارة التي قام بها وفد من القيادين الليبراليين العرب إلى ألمانيا بدعوها من مؤسسة فريدريش نومر كانت زيارة ناجحة إلى أبعد الحدود لأنها مكنت القيادين العرب من الوقوف على تجربة الألمانيا في مجال الديمقراطي وخصوصا من خلال حزب التحرر الديمقراطي للإف دي بي وكانت لنا لقاءات ناجحة جدا على مستوى البرلمان الاتحادي وعلى مستوى البرلمانات المحلية وخصوصا برلمان نورت راين وستفالن حيث شاهدنا عن قرب العديد من الأنشطة واستمعنا إلى العديد من المحاضرات حول موضوعات تتعلق بالتنظيم الحزبي وتتعلق بالتمويل الحزبي وتتعلق أيضا بالعلاقة التراتبية بين التنظيم المحلي والتنظيم الولاية والتنظيم الفيدرالي وأعتقد أن الفائدة كانت كبيرة جدا بحيث خرج العديد من الأعضاء بارتسامات طيبة استطاعوا أن يؤمنوا بضرورة توظيف ما يمكن توظيفها منها على مستوى الأحزاب العربية ولا بد أن أشير هنا إلى أن مثل هذه اللقاءات له أهمية كبرى في تطوير الفكر الليبرالي والأحزاب الليبرالية في البلاد العربية ونحن شاكرون جدا لمؤسسة فريدريش نايمان على هذا المجهود التعليمي التدريبي للقيادات العربية والليبرالية في العالم العربي ترجمة نانسي قنقر